اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة عندنا فيديو مهم جدا الناس كتير قوي كان بتسألني على ايربادز رخيصة بدل ايربادز بتاعي تقبل اللي هي المعروفة سواء او او فالنهاردة جاب لكم مهامش رخيصة ده هي اعتبر بالنسبة لسعر الايربادز تعريبا عشرة في المية من سعرها وانا منباهر جدا 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 به والناس اللي متابعة على الانستجرام انا عملت ستوري عن الموضوع دوت بالقيمة اللي هي بتقدمها مقابل السعر بتاعها لما اجينا نتكلم عن الصوت ولما اجينا نتكلم عن المايك فالنهاردة بكل بساطة هنعمل كده بسرعة للسماعة اللي قدامك ديت اه وكمان في الديسكريبشن هسيب لك اللينك بتاعها لو حبيت تطلبها وكل عادي يعني زي ما عملنا في فيديو لسماعات السلكية اه هجيب لك الشكل بتاع العلبة عشان لو حبيت تطلبها من اي مكان تاني غير اللينك اللي انا هحطه وفي كزا تنبيه عايز اقوله اول حاجة ان الفيديو مش سبونسرد باي حد لانه المرة اللي فاتت ناس كتير سألت على القصة ديت اه الفيديو حاجة انا اشتريتها وبعمل لها ريفيو بكل بساطة زي الفيديو اللي فات اه تاني حاجة لو حد تجرب ايربوتز كويسة غير طبعا بتاعها تقابل لان ديت ما فيهاش شك ان هي كويسة ولا لأ هي ممتازة جدا لو حد تجرب حاجة كويسة بسعر ممتاز يكتب لي في الكومنتات على اسمها وما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لان الفترة الجاية يكون فيه فيديوهات مهمة كتير وخلينا نبتدي نتكلم على طول في الموضوع بدون ندخل في المقدمات كتير طيب الشكل اللي قدامك دهات هو شكل العلبة بتاعة السماعة الباكتج بتاعها انا شايفها ممتاز جدا والله يعني انا معنديش مشكلة خالص ومش شايفها ان هي اقل من بتاعة الاربودز الاصلية بتاعة قبل يعني مش شايف ان هي مثلا محطوطة في علبة رضيقة ولا اي حاجة الاسم السماعة كيو سي واي تي سيفن الموديل نمبر بتاعها اسمها ان الفين وسبعة وشر مش عارف الفين وسبعة وشر دهات الدزاين اللي تعمل او السنة اللي تدع فيها السماعة ولا لأ بس دوت الموديل نمبر بتاعها بتصبرت بلوتوز فايف مش سكس ودهات حاجة منطقية يعني ميز عنديش مشكلة فيها بالنسبة لمدة الشحن دوت اللي على علبة يعني لسه التجربة الفعلية هتتعرفنا القصة ديت بنتكلم في ساعتين عشان تتشحن وبتديك ستين ساعة المفروض ان بتديك لو انت هتسمع مزيكة تقريبا اربع ساعات يعني انا شاف ان الكلام ده كله ملوش لازمة لانه عادة لو هتاخد ارقام بجد فممكن تاخد الارقام بتاعت قبل بتاعة اي شركة تانية ممكن تتغفل فيها يعني المهم السعر دوت الرقم اللي احنا متأكدين منه السماعة ديت سعرها ربعمية وتلاتين جنيه والحقيقة دوت سعر ممتاز جدا بنتكلم في خمسة وعشرين دولار او تلاتين دولار تقريبا وسماعة قبل المفروض ان هي اللي مقلدها يعني اه بمية وسبعين دولار او بمية تسعة وستين دولار خلينا اقول لك كده على حاجة لما تجي تشتري اي منتج مش الاربوتز بس لما تشتري منتج وتلاقي اللي بيصنع المنتج دوت عامله اسم منفصل حتى لو هو مقلد نفس المنتج المشهور بتاع قبل ساعتها تشتريه لان هو هيكون خايف على الاسم اللي هو عامله دوت حتى لو بنسبة قليلة فبالتالي هيقدم لك الى حد ما تاخدها من المنتج دوت انما لما حد يضرب السماعة بتاعت قبل بنفس الاسم وبنفس السريل نومبر اللي فيه اللي بتتحطه بنفس شكل العلبة والباكتجينج ابعد عنه تماما تماما تبعد عنه لان هو ما عندوش حاجة يخسرها لان المنتج مالوش اسم المنتج بينتامل قبل فدي ات نقطة مهمة تحطها في اعتبارك لما ديك تشتري اي منتج طيب خلانا نبتدي بقى اول حاجة في الفيديو الجزء اللي بيشيل السماعة نفسه دوت بتاع قبل ودوت بتاع الكيو واي سي الاتنين بنفس اللون لونهم ابيض بس بتاع قبل شويني شوية وملمسه انعم كتير من ده دوت ماط فيه وملمسه اخشن شوية منه كمسكة في الاد بتاع قبل بريميوم اكتر بصراحة واتقل سنة من من العلبة بتاعت الكيو واي سي بس انا ما عنديش مشكلة فيها يعني هي مش رضيئة خالص بالنسبة للفتحة والقفل اه تقريبا واحد يعني خلانا كده تقريبا واحد بس هي يعني كيوزر اكسبرينس او كتجربة استخدام الاسهل بتاعت قبل ده هي تحس كده ان هي ساعة بتفلت منك وتنزل بس ما قدرش اقول ان داعيب يعني انت مع الوقت هتتعود يمكن انا عشان بستخدم سماعات قبل من ساعة ما نزلت بس ما قدرش اقول ان داعيب خالص يعني كاوفر اول ما عنديش مشكلة خالص في في ظهر السماعة معلومات عنها اسمها كيو سي واي والموديل بتاعها متاع 2017 وطبعا مكتوب بس في حاجة غريبة مكتوب هنا ان هي ربعمية ميلي امبير وعلى العلبة مكتوب تلتمية وتمانين فمش عارفة صدق مين هو فرق بسيط بس اول انا ما عنديش مشكلة مع القصة ديت كمان السماعة بيجي معها الواصلة اللي قدامك دي دي واصلة طايب سي ودي حاجة كويسة قبل ما عملتهاش حتى في اجازتها اه نجي ان قاطة مهمة هي السماعة نفسها خلينا اقول لك كده لما نمسك السماعتين مع بعض انه تقريبا الاتنين نفس الطول تقريبا هي مش شبه السماعة بتاعة قبل سماعة قبل برضو نفس ملمس العلبة بتاعتها تحس كده ان هي ملمسها انعم وشايني اكتر يعني لامع اللون ιدي بتاعها لا م 1000 ديت اما اللون الابيض دو هو معطفي كمان السماعة بتاعة قبل bachelor التصميم بتاعها انسيابي اكتر يعني هنا بس الفرق الوحيد مع ہیں وهو مع بين سماعة قبل هي där joka في الظاهر ديت هنا نزلة كده على طول بشكل انسيابي. اما هنا في دايرة. وتقريبا نفس كل حاجة. في مايك برضو موجود في سماعة قبل وهنا برضو موجود مايك. نيجي بقى نشوفها في اللبس. خلينا البس كده دي بتاعة قبل. لا لا عكس بقى. وديات بتاعة دوت شكل سماعة قبل وهي ملبوسة. مش عارف واضح كده عندك ولا لا. ودوت شكل السماعة التانية. طيب كراحة بقى في الاستخدام. بصراحة انا مش حاسس خالص ان هي مزعجة. مش حاسس خلص ان هي ممكن انا استخدمتها تقريبا يومين او ثلاثة ايام. اه مش حاس خالص ان هي هتزعجك ولا بتجيب صداع ولا الكصة ديت. ومع الوقت انا كنت بكلم نفس الناس اللي بكلمهم يعني مكلمات مشتكوش من المايك. وعي كده هنخش على نقطة المايك. وده نقطة تكاد تكون رقم واحد. انا بس ما جربتهاش في اه مكان دوشة وزحمة لان ده هو اختبار حقيقي للسماعة. ان انا انا جربته في مكان هادي جوه البيت يعني. اه بس كمايك انا ما حدش اشتكى منه خلص وخليني برده اصمعك صوت المايك عشان. طيب ده تستل صوت المايك لسماعة الكيو سي واي. اتمنى يكونوا الصوت واضح. انا المرة اللي فات قلت لان انا مسمعتش الصوت غير في المونتاج فما يدركش اقايم المايك فالمرة دي لأ المرة دي هسمعه والنفس اللي تصمعه. عشان اقول لك رأيه في المايك. انا كل اللي هعمله في المونتاج ان انا هليبلوب الصوت. هعليه فقط. انما كتحسين في الكواليتي كنويز اه 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 او او القصة ديه مش هعمل اي حاجة من ديه دوت الصوت الطبيعي بتاع السماعة اللي انت مفروض تسمعه لو بتوصلها بالموبايل بتاعه. طيب نقطة ورده مهمة جدا ان احنا لازم نكررنها بالسماعة بتاعت قبل عشان نشوف المايك هنا والمايك هنا عشان تقدر توصل لنفس الكونسبت دوت صوت المايك بتاع السماعة الوريجنال بتاعت قبل اللي هي المفروض كده انت عندك فكرة واضحة عن افضلية المايك بتاع السماعة الرفيصة لسعرها 400 جنيه تقريبا من السماعة الغالية بتاعت قبل طيب خلينا اقول لك كده حاجة مهمة لما بتدخل السماعة وبتطلعها فيه سهولة واضحة جدا فيه السماعة بتاعت قبل عشان مفيش كلاكية على الديزاين انسيابي كده وبينزل على طول تحس بس انهم واغنط ربما مش عارف انهم واغنط ولا لا ما عنديش معلومة يعني في الكصة ديت بس برضو مش بيجئشو نيجي بالنقطة مهمة جدا فكرة سماع المزيكة لو انت طبعا لو انت بتتكلم في مكالمة فديت مش هتفرق معنا صوت الشخص التاني صوته عادي جدا السماعة ديت قريبة شوية قريبة بنسبة خمسين في المية او سبعين في المية من السماعة الوريجنال بتاعت قبل يعني هتاخد تقريبا نفس الصوت بس الصوت رفايع شوية مش بنفس بتاع السماعة قبل وعايز اقول لك انه سماعة قبل الاصلية صوتها مش واو يعني بس صوتها مقبول جدا جدا طيب فخلينا اقول لك كده تقييمي لو هنحسب ان ديت هي تفوق لها وهننسب دوت لها لو السماعة المزيكة هنا عشرة من عشرة فهنا هيكون تمانية من عشرة او سبعة من عشرة وديت نسبة كويسة جدا تقريبا العيب اللي ممكن اقول عليه عيب ان صوتها اوتا شوية من السماعة الاصلية بتاعت قبل والصوت رفايع شوية يعني مش كان في سماعات اللي انا اجربتها في الفيديو اللي فات كان صوتها تخين كده ومتخلف لأ ده هنا الصوت رفايع شوية بس هل ده سبب لي مشكلة لأ يعني انا عادة ما بعليش السماعة دات على الاخر الا لما يكون برر البيت بكون في في مكان دوشة او كده انما هنا جوه البيت انا شايف ان انا كنت بخليها تقريبا على ستين في المية اه علوة صوت بالنسبة لمايك لو المايك هنا عشرة من عشرة فالمايك هنا سبعة من عشرة في فرق في المايك لما سمعت الصوت بس الفرق مش كبير ولما نجي نكارن فرق السعر يعني خلينا اقول لك انه لما يكون ديت سعرها مية وسبعين دولار وديت سعرها تقريبا خمسة وعشرين دولار هبنتكلم كفي كم ضعف احنا بنتكلم تقريبا في سبع اضعاف فبالتالي لو انا هتكلم عن جودة مزيكة هنا لو هنا واحد فهنا المفروض تديني كواليتي اعلى سبع مرات من دي وده ما حصلش انا بقول لك ان النسبة قليلة جدا خلينا اقول لك انه ملخص الكصة بتاعة المزيكة والمايك السماعة ديت مجبولة جدا ومكن اقول عليها جيدة واشتريها وانت متطمن واقدر ارشحها لك ان انت تشتريها زي ما قلت لك اصيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن او انت لو رحت محل المفروض انه شكل العلبة بتاعها اللي انا حطيته قدامك دوت وتأكد ان هي اصلية لانه في كده سكراتش في كود بتقدر تخدشه في ظاهر العلبة تأكد ان هو موجود وبتدخله على الويب سايت بتاع السماعة عشان تتأكد ان هي اصلية بنسبة كبيرة يعني صعب ان انت تلاقي منها تقليد لان هي سعرها رخيص جدا ده سعرها ارخص من السماعات اللي بتقلد سماعة قبل وبس كده انا كده قلت كلها عندي النهاردة عندكم اجهزة محتاجين نجربها لفترة الجاية نفسك تجربها قبل ما تشتريها وسيبنا انا اتدبس فيها واتفعت امنها واعملها اكتبها لي في الكومنتات سواء سماعة آآ ويرلس زي ديت او اي منتج تاني انت عايز تجربه هيبقى في فيديوهات مهمة جدا ده مش كلام بقى يبقى في فيديوهات مهمة جدا من الفترة الجاية فتأكدوا ان انتم عاملين سبسكرايب عايز اعرف تعليقاتكم على القصة ديت فيه الكومنتات هل انت شايف انه لا انا عجيب سماعة قبل في نقطة كمان ستقولها عيب في السماعة لو بتصور على انستجرام المايك مش هيشتغل بتاع السماعة يعني لو انت بتسمع مزيكة على السماعة ديت وجيت تحول تتصور خلاص مش هيتعامل معك ان انت بتصور بس لو انت بتصور بابليكيشن الكاميرا فيديو المفروض ان المايك هيشتغل معاك تمام وده طبعا عكس بس دهات مش عيب كبير قوي وممكن ناس كتير قوي اصلا ما تصورش ويهمها ان الصوت يطلع من السماعات بس لو بتطلع لايف او كده فممكن يفرق معك الكصة ديت وبس انا كده قلت كل انها عندي النهاردة شاركوني برأيكوا واكتراحاتكوا فيه الكومنتات وشوفكوا في فيديو جديد